تقيم دار الأوبرا المصري على المسرح الكبير الليلة حفلاً نساهراً ضمن احتفالات الأوبرا بعيد الحب ويجيء الاحتفال برعاية وزارة الثقافة تحت عنوان مئة سنة غناء الحفل يحييه الفنان القدير علي الحجار حيث نستمع فيه أو نستمتعه بأغاني من الزمن الجميل للعملاق مستقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب وللمزيد ينضم إلينا من دار الأوبرا المصرية مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين إليك باسم إليك من دار الأوبرا المصرية رق تحيات في ليلة حب بمناسبة عيد الحب حيث تنظم أو تحت رعاية دار الأوبرا المصرية وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أمسية غنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الحب هذه الأمسية الغنائية التي تأتي تحت مسمى أو في ضيافة الفنان الراحل الكبير موسيقار الأجيال الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب والتي تحييها حنجرة الفنان القدير علي الحجار والذي احتشد الجمهور منذ وقت طويل لحجز مقعده في المسرح الكبير لمتابعة هذا الحدث الفني الفريد في هذه الليلة الاستثنائية ويأتي أو تأتي هذه الحفلة أيضا في إطار المشروع الثقافي الفني الكبير ميت سنة غنى هذا المشروع الذي يهدف إلى إحياء التراث الغنائي في القرنين التسع عشر والعشرين من التراث الفني المصري باعتبار الفن وباعتبار التراث الغنائي من عناصر القوة الناعمة التي تتورفها الأجيال مع تحديث من خلال هذا المشروع ميت سنة غنى تحديث للأغاني وإخراجها من القلب القديم بشكل عصري حديث يتواكب مع ما يستمع إليه ويستمتع به الأجيال الحليون حتى لا يضع هذا التراث وينمحي ويظل له متابعون عبر هذه الأجيال ميت سنة غنى من مصرح الكبير في الأبرة المصرية تحياتي إليك شكرا لك بيسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري